اشتركوا في القناة والتي عقدت هذا اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة وأكد حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم وجلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائهما ضرورة تكثيف بذل الجهود العربية وتوحيدها لوقف التصعيد في غزة وأولوية العمل مع المجتمع الدولي لوقف الصراع فورا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار وحماية المدنيين كما شدد جلالة الملك المعظم وأخوه جلالة ملك الأردن على أن استمرار التصعيد القائم سيودي بالمنطقة إلى منزلق خطير ودوامة جديدة من العنف